أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الوفد الاقتصادي لبروكسل حسام هيبة أن عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في مصر ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب والتي تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات وطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر فضلا عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وحاجة أوروبا للسيرات حوالي 10 جيجا واط من الطاقة المتجددة سنويا كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية وقد جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر واستعراض لاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المخطط عقده في مصر في هذا العام وذلك بحضور رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي دان جامبون وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية إلى أسواق الملحي ثقانهت البورصة المصرية نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين بينما مال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تدولات كلية بلغت خمسة وستة من عشر مليار جنيه هذا وربح رأس المال السوقي لأس من شركات المقادة بالسوق ما يقرب من خمسة مليارات جنيه يغلق عند مستوى 2.92 من ألف تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 6 من 100 بالمئة ليصل ويحقق ما قيمته 29309 نقاط كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 41 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 7854 نقطة وزاد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 88 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 10815 نقطة من أسواق المال إلى أسواق البترول العالمية وفيها ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات في هذا الإطار سعدت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 9 من 100 أو 9 من 10 بالمئة لتصل وتحقق ما قيمته 83.80 دولار و 17 سنت للبرميل كما زاد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 7 من 10 بالمئة ليصل إلى 78 دولار و 8 من 100 سنت دولار للبرميل كذلك ارتفعت أسعار المزيد عالميا بنسبة 30 من 100 بالمئة لتصل إلى 2.67 دولار للتر هذا وقد صعدت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بمنسبته 1.5 من 100 بالمئة لتسجل 1.76 من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض خلال التعاملات بعد محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية والتابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي الذي عزز وجهة النظر القائلة بأن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون الآن أبطأ مما كان متوقعا في السابق هذا وترجع المؤشر الرئيسي لبرسة دبي بـ 6 من 10 بالمئة ليخسر الجلسة الثانية على التوالي كما أغلق المؤشر القطري منخفضا بـ 6 من 10 بالمئة أظهر مسح أولي أن انكماش الاقتصاد الألماني زاد في فبراير إذ لم يتمكن تحسن طفيف في نشاط الخدمات من تعويض تدهور حد ومفاجئ في قطاع التصنيع انخفض مؤشر بنك هامبرج التجارية لمجمع المدير المشتريات والصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 46 واحد من 10 نقطة في فبراير مقابل 47 نقطة في الشهر السابق وبهذا يستمر انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة والذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي في فبراير ويسجل أسرع وطيرة للتراجع منذ أكتوبر يتتبع مؤشر مدير المشتريات المجمع قطاعي الخدمات والتصنيع والذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة للأسبوع الماضي بشكل غير مطاقع ما يشير إلى أن نمو التوظيف ظل قويا على الأرجح في فبراير الحالي قالت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 12 ألف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 201 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير الجاري ترجمة نانسي قنقر